اهلا بحضراتكم بالتزامن مع زيارة رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي لمصر أرسولا بوندرلاين وقلنا ان المفوضية هي الضراع التنفيذي للاتحاد قلنا كمان في بداية الحلقة ان الزيارة اذا كان تم الحديث فيها عن الجهود المصرية الأوروبية المشتركة لوقف الحرب في غزة كمان كان فيه الحديث عن طبيعة الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي بالمناسبة الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الأول لمصر بحجم استثمارات تقدر بحوالي 38 مليار يورو بنسبة 30% تقريبا من كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة داخل مصر ازاي مصر تقدر تزود من حجم الاستثمارات الأوروبية دي وإيه هي ملامح وسمات الفرص الاستثمارية اللي بيقدمها الاقتصاد المصري في ظل عملية الإصلاح الاقتصادي الشملة واللي انطلقت في مصر سنة 2016 كل ده هنعرفه واسمحولي ارحب في هذه الفقرة الرئيسية بضيفي اللي مشرفني في الستوديو دكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي والباحث بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس دكتور محمد اهلا بك معنا يا اهلا بسلام بعدك كيفان اهلا بحضرتك زيارة مهمة جدا من رئيس المفاوضات الاتحاد الأوروبي لمصر كان تناولت الحديث فيها عن او مهم ان يكون في حديث عن طبيعة العلاقات الاقتصادية ما بين مصر والاتحاد الأوروبي باعتبار ان الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي الاول لمصر ازاي نقدر نستغل في ظل المعطيات الاقتصادية وهي ظل خطة مصر للاصلاح الاقتصادي واللي تم اطلاقها في 2016 بيتعاون مع الاتحاد الأوروبي في البداية برحب بحضلكم بسادة المشاهدين طبعا الاتحاد الأوروبي هو الشريك زي ما حدرتك تفضلت في المقدمة هو الشريك أساسي من الاقتصاد المصري استثمارات تقريبا تلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي شراكة الاتحاد الأوروبي في الاقتصاد المصري يمكن الأزمات المرت بالعالم خلال الاستنوات القديمة الماضية وأهمها طبعا الأزمة روسية الأوكرانية وجهت الأنظار طبعا لأهمية الدور المصري باعتبارها هي شريك أساسي باعتبارها هي السوق كانت البديل الأمثل والآمن لاحتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز والمشتقات النفط ومشتقاته طبعا الاستثمارات التي تتوجهها النهاردة للاتحاد الأوروبي الداخل المصري باعتبار مصر قدرت في خلال استضافتها لقمة المناخ في نهاية العام الماضي نية تسلط الضوء على إمكانياتها وما تمتلكه من قدرات نية تصنع الهيدروجين الأخضر اللي بينظر عليه العالم كله بعين الاهتمام وقدرت مصر نية تتوج هذا اللي تقول تسليط الضوء بافتتاح أول مشروع صناعي منتج بالفعل في المنطقة بالكامل لنظر اللي ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تؤهلها من تصنيع الهيدروجين الأخضر اللي متمثلة في مزارع الرياح والطاقة الشمسية اللي كانت مصر لها دور السابق فيها بالمنطقة بالكامل فكانت فرصة اللي تسليط الضوء على هذا الملف تحديدا عشان كده شفنا ضخ استثمارات وتوقيع اتفاقيات كبيرة جدا من بعد قمة المناخ اللي كانت في 11 السنة اللي فاتت في ملف الطاقة تحديدا فعشان كده بنقول ان الاستثمارات اللي بيمتلكها الاتحاد الأوروبي في مصر إن كانت انهي هات النهاردة تمثل طلت الاستثمارات اعتقد في ظل امتداد الصراع الروسي الأوكراني والصراعات اللي امتدت طبعا بينضمنها طبعا واهمها على الساحة للوقتي الصراع الاسرائيلي في غزة اعتقد ده كله بيعيد رسم او بيؤكد طبيعة الحال ان لابد من سياغة خريطة اقتصادية عالمية فمصر بتتوسط هذه الخريطة سواء مع الجانب الافريقي سواء مع الجانب الاربي سواء مع الجانب الاوروبي واللي بنتشدد عليه النهاردة هي مصر لها مكانة متميزة اعتقد ان هي قابلة للزيادة في طبقا للمعطيات الموجودة على الساحة العالمية كمان دور مصر في القرى الافريقية من يومين كان فيه او مازلنا في اطار المعرض الافريقي للتجارة البينية وان مصر دايما بتسعى لادماج الاقتصاد الافريقي في الاقتصاد العالمي وان مصر تكون بوابة السوق الاوروبية للدول الافريقية والعكس بالفعل خلينا اقول ان يعني احنا شوفنا المعطيات او التعامل المصري مع الملف الافريقي اختلف تماما في خلال الثمان سنين اللي فاتوا وشوفنا قياس سياسية عندنا سيادة الرئيس دايما بيحملوا على عاطقه عبء القرى الافريقية وان هو يلقي الضوء على ما تحتاجه القرى الافريقية في كافة المحافل الدولية دايما سيادة الرئيس بيلقي الضوء على الفرص التمولية اللي بتحتاجها البنية التحتية اللي افتقرت اليها القرى الافريقية عشان كده معرض لما تم استضافته النهاردة في مصر أعتقد أنه فرصة لتسليط الدوء على ما تحتاجه القرى في الإنشاء بنقول التنمية المستدامة للتغاء بشعوب القرى الأفريقية من جهة وتسليط الدوء على ما تمتلكه القرى من سروات غير مستجلة فكرة النهاردة أنه بنسع إلى التوطين صناعات داخل البعد الأفريقي باعتبر أن مصر هي البوابة الشرقية للقرى الأفريقية يمكن دوء بنشدد عليه بفكرة زيادة التبادل التجاري مصر كليها السبء في العديد من المبادرات التجارية مبادرة جسور اللي هي الربط للربط التجارة المصرية مع دول غرب أفريقيا للمبادرة فيما يتعلق بأوروبا والإتحاد الأوروبي مصر إزاي تقدر تزود حجم الاستثمارات إذا كنا نتكلم على تلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر هي واقتصاد أوروبي إزاي نقدر نزود ده في الفترة اللي جاية طبعا إحنا الفرص اللي موجودة دلوقتي خلينا نقول إحنا مصر بتعادي الصياغتها من جديد يعني فكرة الجمهورية الجديدة اللي احنا بنقولها دلوقتي ده مش كلام على الورق لا ده هي تعادي الصياغة مصر من بنية تحتية تؤهل إلى جذب الاستثمارات يعني النهاردة لما بتكلم في ملف الطاقة بقول ليه مصر النهاردة يقبلت الاستثمارات أو العالم كله بينظر عليها بعين الاعتوار لأن كانت مصر أهلت نفسها في بنية تحتية محطات طاقة شبكات طرق تأهيل نفسها بالكامل ده في ملف الطاقة بس لكن النهاردة مصر قاعدت صياغة الخريطة الاقتصادية المحلية عشان كده بنقول الفرص الاستثمارية الموجودة واعدة في كافة القطاعات النهاردة مصر بتدعم التوطين للتكنولوجيا ومنحة المستثمر سواء المحلية أو الأجنبي المزيد من الحوافز اللي تخليه ينضم الاقتصاد المصري مصر عدلت زي ما بقول كان فيه إصلاح اقتصادي كان فيه إصلاح تشريعي يمكن زلل كل العقبات اللي كانت بتقابل في فترة من فترات المستثمر دائما الحديث بيكون عن تزليل كل العقبات أمام المستثمر الأجنبي يمكن النهاردة كمان كان فيه جولة لرئيس الوزراء في مصانع في العشر من رمضان وتكلم عن الاستثمار الأجنبي وضرورة شراك القطاع الخاص وأن سواء الانتاج المصانع المحلية أو الاستثمار الأجنبي المباشر لكن في توقعاتك يعني ماذا كانت تحمل أرسول أبون دولاين في جعبتها لمصر فيما يتعلق بتنشيط أو نمو أو زيادة معدل تبادل التجاري والاقتصاد الأوروبي في مصر طبعا زي ما قلنا الحضراتك الأزمة العالمية للمزارة مستمرة ويمكن أهمى طبعا أزمة بكلمة على تحديد الأزمة الأزمة الأوكريونية طبعا وضعت مصر في نهاية البديل الأمثل نهاردة بتكلم على حجم تجاري زاد جدا في 22 بالمقابل 21 من 9 مليار لتقريبا إلى 16 مليار يورو أعتقد لما نشوف من الملفات التي تمت لاستهدافها بتكلم على الوقود المعداني غاز ونفط بتكلم على أسمدة بتكلم على صناعات ناسيجية بتكلم على عاصلات صراعية فكل هذه الملفات بالنسبة لمصر أعتقد أنها وعدة وبديل أمثل وآمن للاتحاد الأوروبي قرب المسافة للمزايا اللي موجودة لعفاءات جمهوركية فكل دوات بيقول أن الموضوع قابل للزيادة وإنك إن الهاردة مصر بشتغلت على نفسها في موضوع الأزمات اللي بتمر بالعالم حولت دائما تعمل على تحويل المحن إلى منح فالنهاردة اللي احنا بنوع علي الأزمة اللي مزالت مستمرة بتدعم اللي يبقى فيه قابلة الاستثمارات قابلة الاستثمار للزيادة التبادل التجاري قابل للزيادة وإنك إن الهاردة بنحاول فيه اتجاه لنوع اللي يبقى الموضوع بكان فيه عجزة التجاري ما بيننا وبينهم طبعا الكفة الأكثر ما إلى ناحيتهم لكن النهاردة الأمور بتادي تنحصر وفيه زيادة في الصادرات المصرية إلى الجانب الأوروبي ويمكن دوت في حد ذاته إنجاز النهاردة بتتزود في الصادرات من جهة وبقلل من الوردات من جهة أخرى أعتقد أن مصر اشتغلت كتير على محورين البنية التحتية والبنية التشرعية في تسهيل عملية الاستثمار احنا هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتك ومشاهدين هنروح لفاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم ومع ضيفنا منوالنا الدكتور محمد البهشاو الخامير الاقتصادي كل ما يتعلق بالاقتصاد الأوروبي تحديدا في ظل زيارة رئيسة المفاوضة الأوروبية لمصر النهاردة فاصل ونرجع نكمل مع حضرتكم شكرا